أنا أوريكم يا غدارين يا خوانا والله ما رأى حسيبكم يا أنا يا أنتم هنا موجودين في ذي المهرة واحد بالثلاث ها هذا الثاني الثاني أيوة هاي الثالث الثالث واتسون الثالث ما شاء الله خوانا غدارين ناس ما تعرف تلعب لغالغدرات تستاهلوا اللي جاكم السلام عليكم معكم مهند من قناة كليكر تيفي أهلا بكم في القناة اختيارك للشخصية أو الليجند المناسب لطريقة لعبك من أهم الأمور في لعبة أبكس لجند إن شاء الله في نهاية الفيديو رح تعرف تتصرف التصرف المناسب في الوقت المناسب ما تكون زي المبتدع اللي ما يعرف يختار الشخصية اللي تتناسب مع طريقة لعبه أو يستخدم السكيل في أوقات غلط والوقت المفروض يستخدم السكيل ما يستخدمه صحيح اللعبة تعتمد بشكل كبير على الأم لكن سكيلات الشخصيات تعطي خطوة كبيرة للفوز باللعبة في هذا الفيديو رح أشرح كل شيء تحتاج تعرفه بالتفصيل عن شخصية من شخصيات اللعبة من سكيلات الشخصية من نقاط قوة الشخصية أو أخطاء شائعة أشوفها كثير وغيره لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو إذا ممكن اللايك ما بيضرك بشيء لكن أنا يعتبر عندي دعم كبير لتطوير القناة وشارك الفيديو اللي ما عارفك عشان غيرك استفيد بسم الله تدينا جيبراوتر قبل ما أتكلم عن الثلاثة الإسكيلات الأساسية حق شخصية جيبراوتر حابب أنوه أن شخصية جيبراوتر لها ميزة رابعة الميزة اسمها فورتيفايت ووصفها إنكاميك داميج ريديوست باي ففتين برسنت ناتس لود باي بولت معناتها أنه أي داميج يجي لشخصية جيبراوتر تكون ضعيفة أضعف خمسة عشر في المية لكن الداميج هذا ما يكون رصاص إذا كان رصاص فهو ما هو ما هو أضعف أما أي شيء ثاني غير الرصاص فهو أضعف أي شيء ثاني زي إيش زي مثلا ضرب بوكسات ضرب الرجول قنابل قنابل اللي تيجي من فوق زي حق جيبراوتر الألتميت حق جيبراوتر مثلا ما اسمه ذا التراب القاس تراب حتى داميج الرنج الدائرة حملة دي اللي تصغر يعتبر داميجها أخاف خمسة عشر في المية أي شيء ما هو بولت ما هو طلق نار رصاص فهو أضعف خمسة عشر في المية فإن تستغل الميزة هاد الموجودة في جيبراوتر مثلا الرنج بإنقص حاول تقنصهم صح الدم عندك أنت بإنقص والدم عندهم بإنقص لكن الدم بإنقص عندك أنت أقل منهم قبل ما أتكلم على السكلات حبيب أعلمك إنه جيبراوتر هو يعتبر أكبر شخصية موجودة في اللعبة فمعناته أنت أول واحد رح تستهدف لأنه حجمك كبير والطلق عليك جدا سهل الآن نبدأ نتكلم على سكلات جيبراوتر الثلاثة لكل شخصية لها ثلاثة سكلات باسف تاكتيكال ألتميت سكل الباسف هو سكل مفاعل مع الشخصية طوال اللعبة فما يحتاج تفاعله سكل الباسف حق جيبراوتر يسمه غن شيلد ووصفه ايمينغ داونسايد ديبلويز غن شيلد ذات بلوك ايمينغ ذات بلوك ذات بلوك ذات بلوك بلوك بمعنى إنه جيبراوتر وقت الايمينغ رح يطلع شيلد أو درق صح حتى الشيلد هذا 50 HP فبوجود الدرع هذا جيبراوتر يعتبر عنده هيلز زيادة عن باقي الشخصيات تاكتيكال سكل حق جيبراوتر اسمه دوم ووصفه بلوك انكامينغ ان اوتگوينغ اتاكس هيلنغ ايتم ار يوز فاسر وين دوم هذا يعني انه جيبراوتر يقدر يبني قبة القبة هذه تمنع اي دمج من خارج القبة وتمنع كمان الدم من داخل القبة ما تقدر تدمج اللي خارج القبة لكن اللي داخل القبة يقدر يدمج اللي داخل القبة طبعا الموضوع برضو ينطبق على القنابل اللي جوه ما يدمج اللي بره واللي بره يدمج اللي جوه لكن اللي جوه يقدر يدمج اللي جوه وكمان ميزة موجودة في القبة انه كل سبل العلاج يعني عندك الشيلد والهيلينج يكون اسرع والريفايف يعني لما تزيد الشيلد حقك ولو تزيد الهيلف حقك او تعمل ريفايف داخل القبة يكون اسرع من خارج القبة عندك هنا هيلينج داخل القبة وهيلينج خارج القبة طبعا واضح انه الهيلينج داخل القبة اسرع من الهيلينج خارج القبة متى ممكن تستخدم الميزة التاكتكل هذي عندك مثال في هذا الموقف كان فيه ثلاثة سكوادات جلسين معركة بين ثلاثة سكوادات كلهم خشين في منطقة واحدة فهذا رائع جبرالتر صغر المنطقة اللي هو فيها وقال اللي ابغاني يجي هنا واللي برا اتضرب مع بعض في عندك هنا موقف ثاني في واحد كان بيدمجني على اليمين من بعيد فانا ما بيضرب معه الرن قاعد ينقص وانا ما بغى اتضرب معه فبهرب فاستخدمت الدوم كجدار بيني وبينه فما يقدر يوصلي لانه فيه الدوم موجود حاجز بيني وبينه وعديت المنطقة بأمان شوف عندك هنا اللي يبغى يحترف بجيبرالتر يتعلم هذا الميزة هذة اللي دا حين اشرحها انا بصراحة حاولت كثير ما قدرت خصوصا لما يكون في عدد كبير من الناس ما قدرت ابدا النهائي ما قدرت لكن فعلا اللي يبغى يحترف بجيبرالتر خلاص هو يتعلم هذا الميزة وهو يصير طب في جيبرالتر عندك هنا أخونا الغالي قدر يعرف متى يدخل الدائرة ومتى يخرج من الدائرة بحيث انه قبل ما تجيه الطلقة يدخل ولما هو بيطلق رصاص يخرج انه انت قدر تعمل زي كذا في وسط عدد من اللعبين هنا اقدر اقول انه خلاص انت ما حد يقدر عليك الالتمت سكيل حق جيبرالتر اسمه Defensive Bumbarmament ووصفه Calling a Concentrated Mortal Strike on a Position يمارك with smoke معناته قصف جوي قصف جوي يحدد جيبرالتر باختصار يرمي عربة فيها smoke فيصير فيه هنا Air Strike في هذه المنطقة هذا السكيل Ultimate يعتبر حتى الان اقوى skill فيه اتاك هو Defensive لكن هو يعمل دمج غير طبيعي حتى اقوى من حق بنجلور في هذا المقطع ابغاك تشوف مساحة Air Strike Air Strike هذا ابدا ابدا موهي يستهام فيه مساحة جدا واسعة ودمج جدا عالي تبا تعرف قوة الالتمت حق جيبرالتر كيف انا الهيل كان عندي فول والهيل كان عندي فول هذا قبل الالتمت بس بعد الالتمت كيف صار طبعا حركتي اثرت انه بتحرك جوة Air Strike اثر لانه اكثر من قنبلة لكن الطبيعي انه الواحد ما يكون واقف جوة الاسرائيكي يا خرج يا بتحرك جوة الالتمت هذا ممكن يستخدم كدفاعي او يستخدم كهجومي ايش يعني كدفاعي يعني الهدف من استخدام الالتمت انه ابعد مجموعة معينة من منطقة معينة زي عندك في هذا المثال اخوي كريبتو هذا كان مدرعم ما ادل ايش كان فيه ايش الهدف منه بس كان مدرعم على مجموعتين جلسين تضارب مع بعض فانا استخدمت الالتمت عشان يعني ما حد يقرب له استخدمت الالتمت في المنطقة اللي هو رايح لها فمضبوط استخدمت الالتمت وبعده هناك فسار هو في امان ويكون هجومي في حالة انه اذا كان الهدف من الالتمت انه ناوي اخلص على المجموعة كاملة طبعا هو الالتمت ما هو قاتل دمجه ما يكتل لكن الموجودين لانهم مدمجين فهو يعتبر قاتل زي عندك في هذا المثال الالتمت ما احلى الالتمت ما احلى خلص على واحد قبل ما ارمي الالتمت وعلى ثلاثة بالالتمت هنا فيه موقف يحزن كان فيه معركة بيننا سكوادين فجبراتر رمى الالتمت عليهم وبيندمج عليهم وضربنا اللي ضربنا وهرب اللي هرب ومات اللي مات وسار اللي سار وقصة حصلت لكن اللي ضحك انه فيه سكواد ثالث جاي بالبورتر حق غريث من بره الرنج على اساس انه بيهرب من الرنج لقى نفسه دخل في الالتمت جبرالتر وناس يدمجوا من بعيد والقاس حق كوستك انا شخصيا ما افضل استخدم الالتمت الا قبل اي معركة لانه الاعداء يكون هدفهم فقط انهم يهربوا من الالتمت فالصيدات تكون شوية سهلة لانه يكونوا هما مشاعتين كل واحد يروح لجهة هدف منه يهرب يهرب ويجلسين يجروا فالصيدات تكون اسهل في نهاية الفيديو حبيب اشكرك على المشاهدة وان شاء الله المحتوى يكون ناسبك الان لا تنسى اللايك والتعليق على الفيديو والاشتراك بالقناة ودمتم سالمين